عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة موقف منظومة انتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية وذلك بحضور وزراء البترول والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على زيادة حجم صادرات الدولة في الأسمدة في ظل ارتفاع سعر الأسمدة عالمياً مع التأكيد على توفير احتياجات السوق المحلية مشيراً إلى ضرورة إعادة مراجعة المساحات المنزرعة فعلياً بصورة دقيقة وكذا تحديد التوسعات المستقبلية لها لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق حالياً